الروز البسمتي بالبسلة والجزر والفراخ كلهم هنعملهم في حلة واحدة هنجيب مكعبين زبدة وننزل بصدر الفرخة متقطع طبعا مربعات زي ما انتم شايفين كده ونبدأ ان احنا نشوحهم طبعا الفراخ بتنزل ميتها فبتستوي اسرع وبعد كده ننزل بالبسلة والجزر كمية اللي تحبيها هنعملها للكمية دي تقضي مثلا فرد وبعدين بعد ما نخسر الرزه ونصفيه نبدأ ننزل على المكونات وبعد كده رشة كاري رشة كركم شوية قرنفل ورق لورة لومي والمالحة حسب ما تحبي يعني بتشوفي كده انت محتاجة شوية مالحة اكتر ولا لا يعني بيبقى برده رشات برده هننزل بالمي اكن انا بنسوي الرز عادي جدا نفس الطريقة الرز البسمات اللي انا نزلته لك قبل كده والفراخ هتستوي كويس جدا ان احنا اصلا مشوحنا وبعدين انتو عارفين ان الفراخ ما بتحتاجش سوى كتير الاكلة سريعة وسهلة وخفيفة قوي وحبيت ان انا عملها كلها في حلة واحدة كده يعني اقتصارا للوقت و تيبقي بقى يعني مسلا يوم كده مش مش قادرة تطبخي او حاجة فبصراحة انا بنصحك بالطريقة دي هتعجبك قوي قوي اشتركوا في القناة